موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين التحالف الوطني للأحزاب يؤكد على أهمية أن يلمس المواطن الأثر الفعال لتنفيذ اتفاق الرياض مسيرة حاشدة في تعز تندد بانهيار العملة وإصلاح مأرب يدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه الانهيار مرحبا بكم أكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية دعمه لتنفيذ الخطوات الهامة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين الحكومة والمجلس الانتقالي وصولا إلى التنفيذ الكامل لكامل بنود اتفاق الرياض وعرب تحالف الأحزاب عن ترحيبه بما تم الإعلان عنه حول عودة الحكومة ومؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وقال إن التقدم في هذه الخطوات البناء سينعكس إيجابيا في تحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد كافة القوى الوطنية تحت قيادة الشرعية وتحسين ظروف معيشة المواطنين كما سيسلم في ترتيب المشهد العسكري ورفع جاهزيته في مواجهة التمرد الحوثي الذي تسبب بهذا الوضع المأساوي الذي تعيشه بلادنا وشدد بيان تحالف الأحزاب على أهمية أن يلمس المواطن الأثر الفعال لتنفيذ اتفاق الرياض من خلال التدابير العاجلة إيقاف التدهور الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة لأبناء الشعب وتحقيق الأمن والاستقرار وضمان حرية التنقل والنشاط السياسي وإسناد جبهات الجيش الوطني والمقاومة في سبيل استعادة الدولة وأشهد بيان تحالف الأحزاب بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجهودهم الكبيرة والصبورة لتنفيذ اتفاق الرياض أشهد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبد الرزاق الهجري بجهود الرئيس الجمهورية عبد ربا منصور هادي في إنجاح اتفاق الرياض وأعرب عن شكره لهذا الدور وثمن الهجر عاليا مساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول باتفاق الرياض إلى مرحلة التنفيذ وقال رئيس برلمانية الإصلاح إن تنفيذ اتفاق الرياض سيفضي بحول الله إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن من خلال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدءا بشقه العسكري والأمني تمهيدا لإعلان الحكومة وعودة كافة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن وتطبيع الأوضاع فيها واستكمال تنفيذ الاتفاق وفي كافة المحافظات المحررة ومعالجة الوضع الاقتصادي والأمني وأكد الهجر دعم الإصلاح الكامل للحكومة القادمة ولجهود الأشقاء في رأب الصدع وتجاوز الماضي وتوحيد الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الإمامة والتمرد الحوثية الإيرانية أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك بأن لدى الحكومة الجديدة حزمة من الإصلاحات في الجوانب الاقتصادية والمالية وإجراءات صارمة للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد سيتم تنفيذها بدعم من شركاء اليمن في التنمية وبحث رئيس الوزراء مع سفير جمهورية فرنسا الصديقة لدى بلادنا جان ماري مستددات الأوضاع على الساحة الوطنية ومجالات التعاون خلال الفترة القادمة مع تشكيل حكومة الكفاءة السياسية الجديدة والدعم المطلوب من شركاء اليمن في التنمية لدعم خططها ومشاريعها خاصة في الجوانب الاقتصادية ثمن رئيس الوزراء الموقف الفرنسي الثابت في دعم الشرعية وشعب اليمني وتطرق اللقاء للتحركات الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن وما تواجهه من تعقيدات وتعنت من قبل ميليشيا إيران الحوثيعة وممارساتها المستمرة لتعميق الكارثة الإنسانية القائمة أشار رئيس الوزراء إلى الخطوات المتقدمة التي تم إنجازها على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والتوافقات بين القوى والمكونات السياسية لإعلان حكومة الكفاءات السياسية بدوره جدد السفير الفرنسي موقف بلاده الداعم لشرعية اليمنية وحكومة الكفاءات السياسية الجديدة للقيام بدورها في خدمة الشعب اليمني وتعزيز علاقات التعاون بين فرنسا واليمن في مختلف الجوانب قال وزير الإعلام معمر الإيرياني إن الشروع في تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض جاء تتويجا للجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وتوحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة رئيس الجمهورية عبد ربا منصور هادي أوضح وزير الإعلام أن الجهود الأخوية النبيلة للمملكة امتداد لدورها البناء في اليمن في كل المنعطفات والظروف ودع وزير الإعلام كافة اليمنيين إلى طي صفحة الماضي وتوحيد الصف الوطني خلف الشرعية الدستورية باعتبارها طوق نجاة في معركة التصدي للمشروع الإيراني التوسعي واستعادة الدولة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن جهود عام كامل من الصبر والعمل الدؤوب المستمر تبذل لأجل اليمن وشعبه والتزام وتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد أوضح آل جابر فيه تغريدة أن الفريق التنسيق والارتباط السياسي وقيادة وضباط قوات التحالف يدا بيد مع قيادة وضباط القوات الشرعية والمجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض ونفض غبار المعارك وحقن الدماء وتوحيد الصفوف واستعادة السلام والأمن والاستقرار قال دبلوماسي أمريكي إن استهداف ميليشيا التمرد والإمام الحوثية للمدنيين وتعميقها العلاقات مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي واستخدام عمليات الخطف كأداة من أدوات الحرب عوامل تقود إدارة الرئيس دونالد ترامب للنظر في اعتبار ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي فيموثي ليندر كينغ للصحفيين إن حدوث هذه الأمور مجتمعة تقف وراء إثارة النقاش بشأن وصف الحركة الحوثية منظمة إرهابية أوضح ليندر كينغ إن ميليشيا الحوثي تقوم بأشياء هي أقرب إلى سلوك منظمة إرهابية أوضح ليندر كينغ أن ميليشيا الحوثي تقوم بأشياء هي أقرب إلى السلوك منظمة إرهابية مشيرا إلى أنهم يستهدفون المدنيين ويستخدفون الاختطاف أداة من أدوات الحرب والإرهاب ويعمقون علاقاتهم مع الحرس الثوري الإرهابي الإيراني وضاف كينغ إذا أرادت ميليشيا الحوثي أن تكون طرفا سياسيا شرعيا داخل اليمن فعليها أن تتوقف عن كل هذه الأنشطة الإرهابية استشهد المدرب الرياضي الكابتن ناصر الريمي وأحد أبنائه بشضايا قذيفة حوثية أطلقتها ميليشيا التمرد والإمامة الإيرانية على النادي الأهلي الرياضي في مدينة تعز فقال مراسل سهيل أن ميليشيا الإرهاب الحوثية المتمركزة في منطقة الحوبان قصفت بمدفعية الهاون الأحياء السكنية والمشاءات العامة شرقي مدينة تعز أشار مراسل سهيل إلى أن قذيفة حوثية سقطت على النادي الأهلي الرياضي أدت إلى استشهاد الكابتن ناصر الريمي وابنه الأصغر فيما أصابت ثلاثة آخرين رصدت القوات المشتركة أحد عشر طائرة استطلاع تابعة لميليشيا التمرد والإمامة الحوثية الإيرانية في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة وقال مصدر عسكري أن طائرات الحوث المسيرة تم رصدها في منطقة الجبلية ومركز مدينة التحيطة ومدينة حيس جنوبي الحديدة بحسب المصادر فقد تم إبلاغ البعثة الأممية المعنية بوقف إطلاق النار في الحديدة بهذا التصعيد وفي مدينة حيس قالت مصادر محلية أن ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية شنت قصفا عنيفا بمختلف أنواع الأسلحة على منازل المواطنين والأحياء الجنوبية وشرقية أفادت المصادر أن ميليشيا الإرهاب الحوثية أقدمت على استحداث تحصينات قتالية ومتارس في الجهة الشرقية والشمالية في جبهة حيس في الضالع تكبدت ميليشيا إيران الحوثية خسائر فادحة في العدة والعتاد عقب هجوم شنته قوات الجيش والمقاومة على مواقع الميليشيا شمال الشرق مريس تمكنت القوات على إثره من تحرير عدد من المواقع جنوب دمت ظن الحوثيون أن حصونهم ستمنعهم فأتاهم الأبطال من حيث لم يحتسبوا كانت خنادق الميليشيا الإنقلابية التي حفرتها أياديهم هي الطريق التي سلكها أبطال الجيش والمقاومة إلى متارسهم هذه خنادق ميليشيا الحوثي بعد اقتحامها وتطهيرها من ميليشيا إيران أبطال الجيش الوطني اليوم بمريس اليوم عملنا هجوم مباغت ولم يكن هدفنا القهرة فلأردنا مباغت الحوثيين وإخبارهم بإردنا سنحرر القهرة ونحرر ما بعد القهرة ودمت وما بعد دمت إن شاء الله مع بزوغ فجر الجمعة يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري لم تشرق الشمس على متارس الحوثيون إلا وأبطال الجيش يرددون تكبيرات الانتصار منها قمنا اليوم بهجوم مباغت لميليشيات الحوثي وتم دعس عناصرها في متارسها ونحن الآن مسيطرين على أجزاء من القهرة ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة إغارة ناجحة تمكن خلالها الأبطال من اقتحام تحصينات الميليشيات موقعين في أوساطهم قتلى وجرحى أما من تبقى منهم فقد تركوا خلفهم أسلحتهم ومتاعهم ولم تغن عنهم تحصيناتهم شيئا أمام عزم الرجال وثبات الأبطال هذه أحد غنائم ميليشيات الحوثي والشعارات مرسومة لها المعنوية عالية إن شاء الله هو الناصر قادم مهما كيرا الزمن وإن شاء الله نقدم المزيد والمزيد وإن شاء الله بإذن الله بلكن كل من روحنا نعمل غارة هنا تبعثرت سرخة الميليشيات في تبة وليد والمنقز ودار السبعة بجبهة مريس وهنا صور تتجلى من خلالها عظمة التلاحم الشعبي مع قوات الجيش والمقاومة في جبهة مريس فمع كل طلقة رصاص أو قذيفة مدفع يتوافد الناس فرادة وجماعات لتعزيز مواقع الجيش وإسناد أبطاله فوزي المريس قناة سهيل الضالع تمكنت قوات الجيش الوطني في المحور الشمالي لمنطقة العسكرية السادسة أمس الجمعة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية إيرانية في موقع الفراسي بجبهة العطفين أكد العميد حميد أبو هدرا أركان حرب المحور وقائد وحدة العزم أن جنود وحدة العزم تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا إيران الحوثية باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة العطفين شمال شرق المحافظة أقام التجمع اليمني للإصلاح في المهرة مهرجانا جماهيريا بمناسبة ذكرى التأسيس وعياد الثورات اليمنية المجيدة وقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالمهرة الأستاذ مختار محمد الجعفري إنه ومنذ اللحظة الأولى لتأسيس الإصلاح كان يتطلع لدولة نموذجية قوية وظل يناضل من أجلها في مختلف الميادين أوضح رئيس إصلاح المهرة أن ذكرى نوفمبر تجدد اليوم العزيمة على مواصلة نضال الثوار والأحرار الذين حققوا لوطنهم الاستقلاله بعد تضحيات جسيمة وعظيمة وأكد الجعفري أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي فرضها انقلاب ميليشيا إيران الحوثية يفرض على الجميع استلهام الدروس والعبر من كفاح الثوار الأوائل والسير على نهجهم لتحقيق الأهداف النبيلة لوطن يتسع لجميع أبنائه الشراكة والتوزيع العادل للثروة والسلطة وشدد الجعفري على أهمية تعزيز اللحمة المجتمعية الداخلية والحفاظ على مؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي ودع جميع المكونات في المهرة إلى الحوار باعتباره الوسيلة الحضارية المثلة لحل الإشكاليات وعدم اللجوء إلى العنف وثمن الجعفري كل الجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة شرعية وتقديم العون لليمن في مختلف المجالات أكد التجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهر قيمة العملة الوطنية وشدد إصلاح مأرب في بيان على ضرورة إصلاح الاختلالات الإدارية وتجفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق وتفعيل الدور الرقبي والمحاسبي وتقليص النفقات الحكومية بالعملة الصعبة وقال إصلاح مأرب إن طول أمد المعركة يضاعف من معاناة المواطن ويضاعف إجرام وانتهاك ميليشيا إيران والتمرد الحوثية بحق المواطن وهو ما يحتم التحرك الجاد لحسم المعركة في مختلف الجبهات أهب إصلاح مأرب برؤوس الأموال ورجال المال والأعمال ببذل جهود مكثفة في تلامس احتياجات المواطن والتخفيف من معاناته شهدت مدينة تعز اليوم السبت تظاهرة شعبية حاشدة تنديدا بتدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وردد المتظاهرون في المسيرة التي شهدها شارع جمال شعارات تندد بترد الخدمات واستمرار الانهيار المتسارع للعملة ودع المتظاهرون الحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في إنقاذ الاقتصاد الوطني وطالب المتظاهرون قيادة الشرعية والتحالف بالتدخل العاجل بوقف ترد الأوضاع المعيشية ودعم العملة الوطنية مخارقة الشعب التعزي والشعب اليمني للبحث عن الروتي للمطالبة بإيقاف انهير العملة للمطالبة بإيقاف ارتفاع الأسعار للمطالبة بتحرير الموارد الاقتصادية من القوى الخارجية التي تقثوا عليها والتي منعت من استيراد العملة الصعبة لإدانة جماعة الحوثي التي عملت على رفع نسبة بفارق التحويل ما بين المصارف للاستنكار ما تقوم به جماعة الحوثي من السيطرة على السرفرات في البنوك والصرافين في صنعاء وبالتالي بهذا قامت بخلق مجتمعين وخلق شعبين بعملتين مختلفتين خرج اليوم الناس إلى الشارع مقبرين دفاعا عن حقهم في الحياة دفاعا عن لقمة العيش أصباح المواطن اليوم لا يستطيع شراء الخبز وهو أدنى متطلبات العيش والحياة في ظل استمرار العدوان الحوثي اليوم حدثت مقزرة في مدينة تعز أثناء خروج هذه المسيرة نحن أمام سلطات وأمام قهات وأمام اعتداءات متكاثرة وأمام عداء كثر على الشعب اليمني جميعهم متفيقين علينا وليس هناك من يدافع عن حق هذا الشعب المغلوب على أمره طبعا الحوثي هو عبارة عن شبكة إقرام وإرهاب عالمية وليست محلية هم لا يريدون للشعب هذا أن يشبع ولا يريدون للشعب هذا أن يستقر ولا يريدون للقرحة أن يعالقوا ولا يريدون للشهداء أن يحنوا بشهاداتهم هؤلاء إقرام وإرهاب ولكن يضربونه تعز وتعز كل ما تضرب كل ما تنتفذ زيد يعني اليوم ولا القرحة ولا الشهداء سبحان الله بأرواحهم الكل نحسون أنهم موجودين معنا فهي ثورة القياع هي ثورة حقيقية بسبب معاناة حقيقية ويجب من الشرعية ومن التحالف أن يتداركوا هذا الوضع سريعا لأنه إذا كانت الآن الثورة بسيطة ورمزية قد تتكرر بشكل أكبر قال مكتب الغذاء العالمي في اليمن إن معاناة ملايين اليمنيين تزايد أو تزداد صعوبة كل يوم وأوضح مكتب الغذاء في تغريدة على تويتر أن نحو خمسة ملايين يمني يواجهون مستويات حارجة من انعدام الأمن الغذائي أكدت منظمة الغذاء العالمي أن واحدا من كل أربعة أطفال يعانون من سوء التغذية في المناطق الأكثر تضررا وكانت الأمم المتحدة حذرت مطلع الأسبوع الماضي من أصول معدلات الجوع في اليمن إلى أرقام قياسية وقالت إن فرصة منع المجاعة في هذا البلد تتضاءل احتفل جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوى باليوم العالمي والعربي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار مواصلة الأمل وقوى خلال الحفل أشهد وكيل محافظة شبوى الدكتور عبدالقوي لمروق بجهود الجمعية ودورها في خدمة المعاقين وتأهيلهم علميا ومهنيا وأكد مواصلة الدعم لمختلف أنشطة الجمعية ومساعدتها في حصول ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم من جانبه نوه الأمين العام للجمعية محمد دحيلة بالنجاحات التي حققتها الجمعية لذوي الإعاقة في المحافظة مستعرضا برامج تبكينهم علميا وصحيا ومهنيا وإعدادهم لسوق العمل دشن ائتلاف الخير للإغاثة تسليم الأثاث المدرسي المعاد تأهيله لعدد من مدارس مديرية القطن في محافظة حضر موت وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول الممول من برامج الأغذية العالمي وتشمل الدفع الأولى نحو مائتين وخمسين كرسيا مزدوجا أعيد تأهيلها لثمان مدارس في المديرية أشهد مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب بتدخلات برامج الأغذية العالمي وأتلاف الخير مشيرا إلى أن تأهيل الأثاث المدرسي سيسهم بشكل كبير في تحسين البيئة التعليمية للطلاب أحرز نادي السد ببطولة كأس رئيس الجمهورية لأندية محافظة مأرب بعد فوزه على منافسه نادي الوحدة بركلة الترجيح في المباراة النهائية التي جرت عصر اليوم بملعب المطار وشهدت المباراة ضيع ركلة جزال السد في بداية اللقاء ليستغل الوحدة ذلك في التقدم في الشوط الأول بهدفين عبر المهاجم خالد رزان غير أنه وفي الشوط الثاني استطاع السد العودة ومعادلة النتيجة بهدف أول عن طريق اللاعب متعب العسودي وهدف ثاني جاء أو هدف ثاني جاء بقدم اللاعب محمد أبو حدعش لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ويتجه الفريقان إلى ركلة الترجيح التي كسبها السد بأربعة أهداف مقابل هدفين عقب نهاية اللقاء قام مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومعه رئيس فرع اتحاد كرة القدم صالح الحواني بتكريم نادي السد بكأس البطولة وكذا تكريم نادي الوحدة بكأس الوصيف بالإضافة إلى تكريم المبرزين خلال البطولة أشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها التحالف الوطني للأحزاب يؤكد على أهمية أن يلمس المواطن الأثر الفعال لتنفيذ اتفاق الرياض سيرة حاشدة في تعز تندد بانهيار العملة وإصلاح مأرب يدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها حجاه انهيار الريال اليمني للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة